هذا وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير ثقافة البناء غير المخطط في نصر وتجاوزها مشيرا إلى حجم الإشغال غير المستغل على الطريق الدائري وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تترك مكانا في نصر به طلب على السكن مشيرا إلى أن مبادرات الإسكان الاجتماعي تلبي جميع طلبات الإسكان بمختلف فئاته طيب يا جماعة لو أنت معك إرشين بتبني خمس ست دوار مش هتسكنوا أو هتسكن منهم دور والباقي لأ ليه يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو أنت حطوته في البنك ده هيوفر لك عائد مناسب أنت بتبني على الأرض الزراعية بتبني على أرض حتى مش بتاعتك لكن اللي بتبنيها على هذا مش هجيب لك حاجة مش هيجب لك حاجة وأنا بقول لكم كده لأن يبدو أن دي ثقافة عندنا حتى في الريف تبص لها نس بتبني دور ودورين وهو مش محتاجه دلوقتي محتاجه كمان عشر أو خمساشر سنة إن كان هيحتاجه لأبناءه إحنا لازم نتجاوز الحتة ديت النقطة دي كمواطنين كشعب مش ممكن أبدا أن بقول لكم يعني حجم المساكن اللي بشوفها أنا على الداري أنا بقول لكم برضو حد يقول لي لا أنت مش هو خبالك أقول لك ده مفيش شباك ده يا دكتور مصطفى ده مفيش شباك راكب يعني حتقول إن هي سكنة ده مفيش شباك راكب يعني مفيش شباك راكب يعني